الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنتابع درسنا في شرح كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيميا رحمه الله تعالى ولازلنا فيما ذكره المصنف رحمه الله من آيات من القرآن فيها إثبات صفات لله جل وعلا فيها إثبات أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى ذكرها المصنف رحمه الله ليبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة لأنهم يثبتون هذه الصفات يثبتون أسماء الله سبحانه وتعالى ويثبتون ما تضمنته من صفات لله جل وعلا على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكيف So we will continue our class on the explanation of the book الأقيدة الواسطية by الشيخ الإسلام ابن تيميا رحمه الله تعالى And we are still in the place in the book where the author رحمه الله He mentioned many verses from the Quran affirm names and attributes to Allah سبحانه وتعالى ي ねي بواها كمقلات ис E авريقين ونتأكJO يجعلون ذلك للإ perimeter أولا والجماعة كما يجعلون ذلك السبدي جلاً بمخربه Re إنهمت الأولية الضوء مع ذاتهم ما ينكس عينها من الأولاد sending a likeness to Allah with His creation and also without speaking about how the attributes of Allah are and how the essence of Allah is. فَأَلَى الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ وَقَوْلُهُ يَعْنِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرٌ هذه الآية آية عظيمة جعلها أهل السنة والجماعة جعلها أهل العلم قاعدة في معرفة أسماء الله تعالى وصفاته لا سيما فيما يتعلق بالصفات هذه هي مجرد آية هذه مجرد آية في القرآن أهل السنة والجماعة وعندما أعلم قد تعلق هذه الآية كفاقية 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 وعندما أسماء وعندما أسماء الله سبحانه وتعالى وقد مرت معنا في أولا الكتاب هذه الآية قد تتكلم في المنزل وقد مرت بما يتعلق بالقواعد بأسماء الله تعالى وصفاته it was mentioned before in the principles regarding the names and the attributes الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يشبهه سبحانه وتعالى أو يماثله عفوا أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا لله جل وعلا So Allah subhanahu wa ta'ala said in this ayah What means there is nothing like unto him So he subhanahu wa ta'ala negated from himself That anything from his creation is like him subhanahu wa ta'ala ثم أثبت الله subhanahu wa ta'ala لنفسه هذين الإسمين الكريمين And so Allah subhanahu wa ta'ala after that affirmed to himself Those two noble names of him subhanahu wa ta'ala السميع والبصير The all hearing and all seeing وهذان إسمان لله subhanahu wa ta'ala وفيهما كما هو واضح إثبات صفتين إثبات صفة السمع له subhanahu wa ta'ala وإثبات صفة البصر له جل وعلا In those names is the affirmation of course of the attributes of hearing and seeing وهذا ما أورد المصنف رحمه الله هذه الآية من أجله This is what the author رحمه الله mentioned this آية for وكذلك أورد التي بعدها And likewise he mentioned the ayah after it حيث قال الله subhanahu wa ta'ala ذكر المصنف رحمه الله قول الله جل وعلا إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا فهذه الآية أيضا فيها إثبات هذين الاسمين لله subhanahu wa ta'ala وهو اسم السميع والبصير So likewise the ayah that the author رحمه الله mentioned after it Where he mentioned may Allah have mercy on him He said and also the statement of Allah subhanahu wa ta'ala إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ Indeed that which Allah subhanahu wa ta'ala How excellent is that which Allah subhanahu wa ta'ala Reminds you with إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا Indeed Allah is the all hearing is the all hearing all seeing وذكر المصنف أو ذكر أهل العلم ذكر أهل العلم أن قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أنها آية عظيمة كما قلنا في إثبات صفات الله subhanahu wa ta'ala في معرفة كيفية في معرفة كيفية أو في معرفة الاعتقاد الصحيح فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته As we mentioned before the people of knowledge mentioned that the statement of Allah subhanahu wa ta'ala ليس كمثله شيء وهو السميع البصير There is nothing like unto him and he is the all hearing all seeing This ayah is a foundational principle in regards to learning and knowing how to believe or what to believe in regards to the names and the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala حيثنا فالله subhanahu wa ta'ala كما قلنا عن نفسه المماثل Allah subhanahu wa ta'ala negated from himself that anything is like him وفي نفس الآية أثبت الله subhanahu wa ta'ala لنفسه صفات ذكر أهل العلم أنها تجتمع أن هذه الصفات لا يخلو منها مخلوق حي The people of knowledge mentioned that after that after that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned two of his names which affirm attributes that no living thing is free of All living things have those either both of those attributes or at least one of them فالله subhanahu wa ta'ala قال وهو السميع وهو السميع البسيط نجد أن المخلوقات الحية أن الأحياء كلهم عندهم إما هاتين الصفتين أو إحداهما وانظروا كل الأحياء كل الحيوانات التي تطير من الطيور وغيرها ومن الدواب وحتى الحيوانات التي تعيش في البحار فإنها إما أنها تسمع وترى إما أنها تسمع وترى هذا معروف أو أنها ترى ولا تسمع أو أنها ترى ولا تسمع أو أنها تسمع ولا ترى يعني الخفاش مثلا يقولون أنه يسمع ولا يرى ويعرف طريقه عن طريق اهتزاز الصوت ورجوع الصوت إليه وما شاكل ذلك فهو يرى فهو يسمع ولا يرى نعم فهو يرى فهو يرى فهو يرى and they see and they swim none of them no living thing does not have either one of those two things no living thing does not have either one of those two things hearing and seeing طيب ما الفائدة هنا نقول الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذين الإسمين السميع والبصير الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه وإنه سبحانه وتعالى فهو يرى أثبت لنفسه لنفسه وإنه سبحانه وتعالى في هذين إسمين لا شك أنه سبحانه وتعالى من صفاته السمع والبصر because of those two names there is no doubt that from the attributes of Allah is that he hears and he sees وقلنا أن المخلوقات كذلك تسمع وترى and likewise the creation the created things they hear and they see فهل هذا يعني أن سمع المخلوق كسمع الله وأن بصر المخلوق كبصر الله does that mean that the hearing of the created thing is like the seeing or like the hearing of Allah hears and that the sight of the created things are like the sight the seeing of Allah بالطبع لا بالتأكيد لا ليس السمع ك السمع وليس البصر كالبصر كيف نعرف Of course not ما الدليل Of course not They are not the same What's the proof of this? الآية نفسها The same آية ليس كمثله شيء There is nothing like unto him فينبغي أن نعلم أن نعلم وأن نعرف أن التماثل في المسميات في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات We should know that even if things have the same names that does not mean they are the same in their essence وهذا معروف ولا ينبغي لأحد ولا يجوز لأحد أن يقول نحن لا نعرف إلا السمع الذين نعرف فسمع الله كسمعنا هذا لا يجوز It is not permissible for anyone to say there is nothing that there is no hearing other than that which we know and therefore the hearing of Allah must be like our hearing That is not correct and that is not permissible من وجوه for many reasons أولا قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهذه قاعدة عامة First of all the general principle There is nothing like unto him This is a general principle ثانيا نقول سمعنا محدود سمعنا محدود فأنت لو كنت مثلا لو شغلت هذا الدرس واستمعت إلي وكنت جالسا بجانب الحاسوب أو الجهاز المحمول أو الهاتف وما شكل ذلك فأنت جالسا بجانبه وأنت تسمع الدرس سوف تسمع الصوت طيب ابتعد قليلا يضعف الصوت اخرج إلى خارج الغرفة ربما إما أن تسمع أو لا تسمع اخرج إلى خارج البيت إن كنت في بيتك مثلا اخرج إلى خارج البيت هل ستسمع شيئا غالبا لن تسمع شيئا ابتعد أكثر حتى لو سمعت قليلا ابتعد أكثر لن تسمع شيئا وهذا كلنا يعرفه أن سمعنا محدود أما الله سبحانه وتعالى لما كلمت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أشكت إليه حال زوجها وعائشة رضي الله عنها معه في نفس الحجرة معهما في نفس الحجرة وهي رضي الله عنها يخفى عليها كثير من كلامها ولكن الله سبحانه وتعالى لم يخفى عليه شيء من كلامها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع وتحاوركما again the second point the first point is that the first point of why our hearing is not like the hearing of Allah first of all there's nothing like unto Him second our hearing as we know is limited our hearing is limited if you're listening to this class if you're sitting next to if you're listening on say on your on YouTube الاتجاب على شخصيات أو تسإنتها ونحقها ستستهلها فذهب إلى المنتج اخر مجرسات وإنها لا تستطيعها فذهب لتسلطة عليك فهي لا يستطيع أن تصعها فإن لا تستطيع أن تصعها فتعذize فتعرف 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 لن تصع شيئ كل هذه نفسنا فتعرفنا نظام فهي مرتفع الله سبحانه وتعالى understands and hears all the sounds at all the times. Also from our weakness and the type of our hearing is that if more than one person speaks at the same time, when we're listening, we can't listen to both of them. We may or may not understand one of them. We might not understand any of them. الله سبحانه وتعالى يسمع كل الأصوات في كل اللغات سبحانه وتعالى في نفس الوقت في كل الأوقات الله سبحانه وتعالى He hears all the sounds in all the places in all the languages in all at the same time سبحانه وتعالى When a woman was asking the messenger صلى الله عليه وسلم regarding her husband and عائشة رضي الله عنها was in the same room عائشة رضي الله عنها she said exalted is Allah the one who hears all the sounds عائشة رضي الله عنها herself she was with them in the same room and she said most of her speech or not much of her speech she was not able to, it was not audible to her she was not able to hear it but yet Allah سبحانه وتعالى mentioned that he heard her speech and her question regarding her husband and Allah سبحانه وتعالى was hearing their conversation سبحانه وتعالى وكذلك ثالثا نقول من الأدلة على أن السمع غير السمع ثالثا نقول تماثل الأسماء لا يقتضي تماثل المسميات having the same name does not necessitate that they have the same essence فالسمع نعم السمع اسمه سمع وهو الله سبحانه وتعالى يسمع وهو سميع ونحن نسمع ولنا صفة السمع ولكن ليس سمعنا كسمع الله سبحانه وتعالى وقل في ذلك كالذات والحياة الله سبحانه وتعالى حي الحي القيوم ونحن أحيا فهل هذا يعني أن حياتنا كحيات الله سبحانه وتعالى حاشا وكلا تقول أن هذا يدعم ما هيً من全部 Bour iterateات الله سبحانه وتعالى لكن إنه حيات حياتنا 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 وكذلك مثال آخر ونقول هذا موجود حتى هذا التفاضل في المخلوقات القوة الله سبحانه وتعالى هو القوي القوة هل يجوز لأحد أن يقول لا أعرف القوة إلا بمعنى واحد وَلَا يمكن أن تقول القوة إلا كالقوة Another example is strength or might الله سبحانه وتعالى has the attribute of strength and might Anyone can claim that it must be the same meaning or the same strength that we have Can anyone make this claim? When they say we only know one meaning of strength طبعا لا بالتأكيد لا There is no doubt that this is not the case لماذا؟ لأنه الفيل له قوة والنملة لها قوة النملة تحمل مثلا الرز والأشياء فلها قوة والفيل له قوة ربما يدمر يستطيع أن يدمر مثلا بيتا الفيل فهل نقول إذا قلنا القوة فلا أفهم إلا قوة الفيل وإذا قلت النملة إذا قلت النملة لها قوة فأنا لا أفهم إلا أن لها قوة كقوة الفيل تستطيع أن تدمر بيتا نملة لوحدها هذا لا يمكن ولا يقوله عاقل إذا هذا بين المخلوقات تفاضلت وكذال ولله المثل الأعلى نعم ما يحدث الخير سنجت في أن هناك أفهم واحد من أن أفهم أجمع أحد ويؤسنها ملاحظ ربما يمكن أن تسكير It's different. We say how is that the case? Look at strength. Look at strength. Innobility. An elephant, and this is between creation, nosotاعства. An elephant has strength. It can go and destroy a house and an ant has strength. It can carry a grain. Does that mean if you say the strength of an ant, بل و lapam الشيء تنظرنا أنه لا يتواجز ما تكتمونяниكر هي شخص الإيهة شخص الإن الرieves هي شخص الإف 쓰는 الإن hint «مسف solves الإفعل أشخاص الإفعل من الإفعلام» أني ينف うنه فيه Living بالفصل السبع من الخ pies الشخص لي بالزرعة الإطن يجب أن تحرانهم ح SIب الأحantically الإفعل Laughter وليهذا بارك الله فيكم نقول هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قاعدة مهمة هذه الآية تعتبر قاعدة مهمة في معرفة أسماء الله تعالى وصفاته لذلك نقول هذه الآية يعني أنه لا يوجد شيء كمثله وهو السميع البصير وهو السميع بمعرفة مهمة في معرفة مهمة ومعرفة الله سبحانه وتعالى وعذرا مع الله تعالى نكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين